بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين السلام عليكم عزيزي التلاميذ تلاميذ سنة 4 متوسط اليوم شاء الله راح نكمل الضواهي الكهربائية ورايحين شوفوا النواقل والعوازل وتفسير ظاهرة التكهرب طبعا احنا في الحساس الماضية شفنا وش معنتها ظاهرة التكهرب وقلنا انه توجد ثلاث انواع طبعا قلنا التكهرب بالدلك التكهرب بالتأثير والتكهرب باللمس ولكن لم نشرح تفسير هذه الظواهر اذن اليوم شاء الله راح نشرحوا هذه التفسيرات اذن نبدأ اولا تفسير ظاهرة التكهرب اذن الف تفسير التكهرب بالدلك اذن عند دلك ايبونيت او البلاستيك بقطعة صوف طبعا مع العلم انه الابونيت قلنا عبارة عن هو نوع من البلاستيك الصلب عبارة عن بلاستيك ولكن بلاستيك صلب اذن ندلك الابونيت او البلاستيك بقطعة صوف سوف طبعا عند دلكهما سوف تشحنوا بشحنة سالبة يعني طبعا هنا استلاحا قلنا الايبونيت او البلاستيك شحنته هي سالبة وهذا يعود الى انتقال الالكترونات من الصوف الى البلاستيك سوف نرى هذا التفسير اذن لاحظوا معي في هذه التجربة اذن مثلا لدينا بلاستيك غير مدلوك طبعا لازم تعرفوا ان البلاستيك او اي مادة غير مدلوكة فهي متعادلة كهربائيا ماذا نقصد بالتعادل الكهربائي معناه عدد الشحن الموجبة تساوي عدد الشحن السالبة يعني كل شحنة موجبة شحنة سالبة تعدمها يعني المجموع هو شحنة معدومة يعني الابين نسميوها بالتعادل الكهربائي اذن ولدينا هنا قطعة صوف طبعا ممكن ان تكون قطعة صوف اذن قطعة صوف كذلك تكون متعادلة كهربائيا مثلا هنا توجد اربع شحن موجبة واربع شحن سالبة اذن هنا عندما ندلك قطعة او عفوا البلاستيك بقطعة الصوف اه وش حيصره هنا راح تنتقل الالكترونات من قطعة الصوف نحو البلاستيك اذن تنتقل الالكترونات اللي هي الشحنة السالبة طبعا احنا نعرف ان الشحنة السالبة تمثل الالكترونات والشحنة الموجبة تمثل البروتونات قلنا ان النوات تحتوي على البروتونات والنيترونات النيترونات معدومة الشحنة يعني متعادلة كهربائيا والبروتونات موجبة وتحوم حولها الالكترونات معندها الذرة فيها عنصرين اساسيا فيها الالكترونات والنوات النوات راهي تكون موجبة علش لأنها تحتوي على بروتونات موجبة والإلكترونات راهي ساليبة إذن كين تكلموا على الشحنات الساليبة مع انتها رانا تكلموا على الإلكترونات وكين تكلموا على الشحنات الموجبة مع انتها رانا تكلموا على البروتونات طبعا كان هنا حاجة وحدة ما لازمش تنسوها أنه الشحنات الموجبة لا تنتقل عمرها ما تنتقل من مكانها وإنما الشحنات سالبة فقط وهي الإلكترونات هي التي لها الحق في الانتقال حذاري من هذه الملاحظة إذن هنا عند ذلك البلاستيك سوف تنتقل الشحنات السالبة وهي الإلكترونات من قطعة صوف نحو البلاستيك لذلك مثلا في البلاستيك كانوا عندي ثمانية شحن سالبة إذن تقلوا الزوج راح أتولي هنا عندي عشرة إذن لاحظوا هنا إذن هنا تقولي عندي عشرة شحنات سالبة يعني عندنا زيادة في شحنات السالبة في الإلكترونات بينما الشحن الموجابة كانوا عندي هنا ثمانية فيبقوا ثمانية العكس في قطعة الصوف مثلا هنا الصوف كان عندي أربعة سلبين وربعة مجبين لما يروحوا زوج سلبين حين يقعدوا لي زوج سلبين وربعة مجبين مع أن تقولي شحنة الموجابة تتغلب في قطعة الصوف والشحنة السالبة هي التي تتغلب في البلاستيك لماذا؟ لأنه كل شحنة موجابة مع شحنة سالبة تعطينا الصفر إذن هنا هي الصفر صفر صفر إلى أخيره وش يبقى للا هنا؟ تبقى لشحنتين سالبتين ما عندهم مش الموجبين بش يقول له صفر لذلك يقول البلاستيك مش حون بشحنة سالبة إذن هذا هو تفسير التكارب بالذلك على البلاستيك الآن نرح نشوفه الزجاج إذن عند دلك قاذب زجاجي بقطعة صف سوف يشحنوا بشحنة موجابة طبعا هذا استلاحا لأن في هذه الحالة تنتقل الإلكترونات من الزجاج إلى الصف لحظوا هنا يا رح يصر العكس إذن لحظوا معايا هنا عندي زجاج غير مدلوك إذن زجاج غير مدلوك كذلك فهو متعادل كهربائيا معناه عدد الشوائد الموجابة وسوارد السليبة رح ندلكه بقطعة صف التي هي كذلك متعادلة كهربائيا إذن عندما ندلك زجاج بقطعة صف هنا في هذه الحالة رح يصر العكس يعني تنتقل شوحنات السليبة من الزجاج نحو قطعة الصف إذن من الزجاج نحو الصف رح تروح هاته شوارد السليبة وهي الإلكترونات وبالتالي لما تروح مثلا هنا إلكترونين هنا كانوا عندي ثمانية شوحنات سليبة وثمانية شوحنات موجابة مثلا إذن رح ثنين إلكترون منها أو شوحناتين سليبة هجرت وانتقلت إلى قطعة الصف شح لا تكن من زمان أنش حتجت إلي هنا ثمانية إذن هنا كانوا ثمانية تقعدوا ثمانية إذن وبالتالي هنا كل شوحنات موجابة تروح مع شوحنات سليبة تعدل كهربائي وفي الآخر تبقى شوحناتين موجابتين ما عندهاش لا تروح وبالتالي يبقى هذا الزجاج مشحون بشحنة موجبعة إذن إن شاء الله تكون فكرة لحقتكم طبعا نزيدوا نشوفوا هذا مفتام الآن نشوفوا ثانيا تفسير التكهرب بالتأثير إذن هنا تفسير التكهرب بالتأثير إذن عند تقريب جسم مشحون من جسم متعادل كهربائيا فإن هذا الأخير تظهر عليه شحنة معاكسة للجسم المشحون فيحدث تجاذب إذن سوف نرى هذا في هذه التجربة إذن لدينا مثلا زجاج مشحون طبعا قلنا لما يكون عندنا زجاج مشحون معدها فيه شحنة موجبعة فقط قلنا أن الزجاج استلاحا له شحنة موجبعة عندما نقربه دون لمس جسم متعادل كهربائيا قلنا الجسم المتعادل كهربائيا يحتوي على عدد متساوي من الشحنات المجابة والشحنات السليبة إذن عندما نقربه الزجاج المشحون من جسم متعادل هنا طبعا وش رح يصير رح تتنقل أو تهاجر الشحنات السليبة يعني اللي هي الإلكترونات رح تهاجر بلاستها يعني تخلي مكانها وتروح مباشرة للجهة المقابلة للشحنات الموجبعة إذن لاحظوا هنا إذن الشحنات السليبة هجرت المكان تحا وراحت ولت مقابلة للشحنة الموجبعة طبعا هذا يحدث هكذا يعني من عند قدرة تربية سبحانه يعني هذا وش يحدث إذن الشحنات السليبة تروح مقابلة للشحنات الموجبعة وبالتالي تولي الكورة عفوا يولي الجسم المتعادل طبعا جسم متعادل كهربائيا ممكن تكون كورية نوس مثلا يولي الجسم هذا مشحون بشحنة سليبة إذن لما تكون شحنة سليبة شحنة موجبعة وش رح يشترا بينتهم يصرى تجاذب إذن لحظوا هنا هناك تجاذب نفس الشيء بالنسبة للبلاستيك طبعا هنا عندي بلاستيك مشحون وعلى بلنا باللي بلاستيك مشحون شحنته استراحا هي شحنة سليبة عندما نقربه من جسم متعادل كهربائيا طبعا اللي عنده عدد شحنة الموجبعة يساوي عدد شحنات السليبة وش رح يصرى هنا طبعا كذلك بنفس الشيء رايحة احنا الشحنة الموجبعة ما نقولوش باللي شحنة الموجبعة هي لجي مقابلة لشحنات سليبة لا يعني هنا مش حيصة تنتقل الالكترونات والشحنات السليبة كلها تهاجر يعني تهاجر إلى يعني الجيها اليسرى وتطرق الشحنات الموجبعة مقابلة للشحنات السليبة اذا قلنا الشحنات الموجبعة عمرها ما تنتقل من مكانها يعني لا تنتقل وانما الالكترونات فقط هي التي تنتقل هذه ما تنسوهاش لذلك الالكترونات التي كانت متموضعة هنا هجرت مكانها وخلت بلاستها للشحنات الموجبعة واصبحت مقابلة للشحنات السليبة وبالتالي لما تكون شحنة موجبة وشحنة سليبة واش رح يصرى كذلك يصرى تجاذب اذا يصرى تجاذب بينهما اذا بالنسبة لي قلنا للتكهرب بالتأثير لما نؤثر او عند تقريب جسم مشحون من جسم متعادل كهربائيا اذا جسم مشحون من جسم متعادل كهربائيا فان هذا الاخير تظهر عليه شحنة معاكسة لشحنة الجسم المشحون اذا كانت هنا زائد هنا طبعا تولي ناقص اذا كان هنا ناقص يعني شحنة سليبة هنا تظهر عليها شحنة موجبة وبالتالي فانه يحدث دائما تجاذب الان رح نشوفو جيم تفسير التكهرب باللمس اذا هنا اذا لمس جسم مشحون بجسم او بشحنة كهربائية طبعا اذا لمس جسم مشحون بشحنة كهربائية موجبة او سالبة جسم اخر متعادل كهربائيا فان هذا الاخير يشحن بشحنة كهربائية من نفس النوع فيحدث تنافر بينهما اذا هذه الظاهرة عكس ظاهرة التأثير اذا اللحظوا معايا اذا هنا مثلا عندي زجاج مشحون طبعا المشحون بشحن موجبة لما نقربه حتى اللمس طبعا احنا في التأثير لا يلمس وانما في اللمس يعني بالتكارب باللمس نقربه الزجاج حتى يلمس الجسم المتعادل كهربائيا اذا عندما يلمسوه هنا وش رح يصرع رح تنتقل الالكترونات او الشحنات السليبة من الجسم المتعادل نحو الزجاج يعني عكس ما حدث في التكارب بالتأثير اذا هنا طبعا هنا رح تهاجر الشحنات السليبة يعني تنتقل من الجسم المتعادل نحو الزجاج المشحون وعندما طبعا تنتقل الزجاج المشحون هنا طبعا شحنات تاو موجبة يعني زدنا له شحنات سليبة ولكن شحنات السليبة هذي رح تتعادل مع الراهيل لهنا مثلا رح تتعالم مع زوج موجبين وبالتالي يبقى دايما الزجاج مشحون بشحنة موجبة إذن هنا في الدجسم المتعادل شحال يقعدوا شوالد سليبة تقعد دين هنا واحدة ر科هم مرحوا الزجfig تقعد دين هنا واحدة بينما الشوالد الموجبة عندي ثلاثة قعد ثلاثة يعني مسائلهم معلوا وبالتالي هنا يكون مشحون بثلث شحمن موجبة إذن الشيكون هي الشحنة المتغلبة هنا هي الشحنة الموجبة وبالتالي عندما تكون عندي شحنة موجبة وشحنة موجبة وش رح يصرى تنافر نلاحظوا رح يصرى تنافر نفس الشيء بالنسبة للبلاستيك المشحون عندما نقرب بلاستيك المشحون من جسم متعادل الكهربائي سوف الآن هنا العكس يحدث إذن تنتقل طبعا البلاستيك المشحون عنده شحنات سليبة إذن تنتقل الشحنات السليبة من البلاستيك نحو الجسم المتعادل وبالتالي الجسم كان عنده ثلث شحنات سليبة و 4 شحنات مجابة هناك جزوج شحنات سليبة من البلاستيك رح تقول لي عندي 5 شحنات سليبة يعني هنا في الجسم رح تقول لي 5 شحنات سليبة وبالتالي الشحنة المتغلبة هنا هي شحنة السليبة إذن الجسم هذا تقول لي عنده شحنة سليبة طبعا مقابلة للشحنة السليبة للبلاستيك فوش يحدث هنا؟ يحدث تنافر بينهما اذا في التكهرب التأثير طبعا لازم تكون عندما نأثروا جسم لازم ما يلمسش الجسم الاخر يعني لما نقرب زجاج او البلاستيك ما نازمش يلمس الجسم طبعا هنا واش نلاحظه نلاحظ تجذب بينهما وذلك لان الجسم يعني يصبح مشحون بشحنة معاكسة للزجاج او البلاستيك المشحون اما بالتكهرب باللمس عند تقريب زجاج او البلاستيك عند لمس الجسم المتعادل فسوف يأخذ الجسم نفس الشحنة التي كانت في البلاستيك ام الزجاج لذلك فيحدث تنافر بينهما اذا ان شاء الله تكونوا فهمتوا هذه الفكرة الان رح نشوفوا طبعا اذا سوف نرى النواقل والعوازل اذا لدينا هنا النواقل والعوازل اذا شوفوا هذا الناشط الناشط هذا لدينا مسترة عفوا هنا عندي قصيبة مشروبات مدلوكة بايت اذا قصيبة مشروبات مدلوكة ونوصلوها بقضيب نحاسي قضيب نحاسي هنا عندي كأس بلاستيكي باش ما تتسربش عبره الالكترونت اذا بلاستيك وهنا لدينا كرية نواس اذا عند تقريب او عند لمس النهاية ا عند لمس النهاية ا من المسترة طبعا هنا عندي قصيبة مشروبات عندما تلبس نهاية ا من القضيب النحاسي فماذا سوف نلاحظ طبعا سوف تتجمع طبعا الالكترونت المتجمعة الموجودة هنا في النهاية سوف تنتقل عبر القضيب النحاسي ثم تنتقل بدورها نحو كرية النواس وبذلك تصبح كرية النواس مشحونة بنفس الشحنة اللي هي شحنة ساليبة طبعا احنا علينا قصيبة مشروبات عبارة عن بلاستيك مع انها راح يشحن بشحنة ساليبة وبالتالي شحنة ساليبة راح تنتقل عبر القضيب النحاسي وبدورها راح تنتقل عبر الكرية ما عندها الكورية تولي عندها شحنة سالبة مما يجعلها تتنافر إذن تنفر عن القذيب النحاسي الآن لو استعملنا ميسترة بلاستيكية إذن هنا ميسترة بلاستيكية طبعا نفس القصيبة قصيبة مشروبات مدلوكة الإلكترونات الموجودة على قصيبة مشروبات في النهاية فسوف تبقى متجمعة في النهاية يعني أنها لا تنتقل عبر الميسترة البلاستيكية وبالتالي لا تنتقل عبر كورية النواس إذن مما يؤدي إلى أن كورية النواس سوف تبقى في مكانها معناه أنه لا يحدث شيء لكورية النواس إذن ماذا نستنتج في التجربتين هنا الاستنتاج أن ميسترة بلاستيك هي عازلة معندها لا تترك الشحنات في الانتقال عبرها والقضيب النحاسي هي مادة ناقلة إذن لا تترك الشحنات في الانتقال عبرها وبالتالي تنتقل نحو كورية النواس ثم تتنافر من عن القضيب إذن هذا هو طبعا التفسير إذن قلنا أعيد القراءة إذن نقرأ هذه الملاحظة قلنا عند لمس النهاية A من الميسترة بالقصيبة المدلوكة نلاحظ عدم تأثر كورة النواس أي لا يحدث شيء إذن هنا قلنا لا يحدث شيء عند لمس النهاية A إذن في الحالة الثانية عند لمس النهاية A من القضيب النحاسي بالقصيبة المدلوكة نلاحظ تنافر الكورية عن القضيب إذن الكورية تنافرت عن القضيب التفسير إذن نقرأ التفسير قلنا التفسير الإلكترونية المتجمعة على القصيبة تنتقل على قضيب النحاس إذن تنتقل على قضيب النحاس مما يجعل الكورية تبتعد لأن شحنتها من نفس نوع شحنت القذب معدها الكورية أصبحت لها نفس نوع من الشحنة يعني مع القذب النحاسي طبعا فنقول أن النحاس ناقل للكهرباء بما أنه تمكنت الإلكترونات من الانتقال عبره إذن فهو ناقل للكهرباء الآن الإلكترونات المتجمعة على القصيبة لا يمكنها الانتقال عبر المصدر البلاستيكية فالشحنة الكهربائية تبقى موطة موضعة عند الطرف A إذن تقعد في الطرف A ما تنتقلش عبر المصدر البلاستيكية لذلك نقول أن البلاستيك جسم عازل للكهرباء إذن هذا هو التفسير هذه التجربة الآن طبعا لو كررنا التجربة طبعا بمواد أخرى باستعمال مواد أخرى مثل قطعة ورق زوجاج حديد نسجل ملاحظة في كل حالة إن ما هي النتجة التي نستخلصها أننا نصنف هذه المواد إلى سنفين لهي مواد ناقلة ومواد عازلة إذن النواقل والعوازل والنواقل هي المواد التي تنقل الشحنات الكهربائية أما العوازل فهي المواد التي لا تنقل الشحنات الكهربائية إذن هذا هو الدرس الثاني تاع اليوم إن شاء الله تكونوا فهمتوا واستفدتوا منه لأنه طبعا في الحساس المقبلة إن شاء الله نبدأوا نحلوا تمارين تاع هذا الدرس باش تفهموا مليح لأنه شوية معقد ولكن بالتمارين إن شاء الله راحين تفهموا إذن إلى حسات أخرى إن شاء الله والسلام عليكم